بسم الله الرحمن الرحيم تكريم سوسن بدر بمهرجان تري كوري الدولي للأفلام القصيرة واللي عقد في دورته الحادية والعشرين في الفترة من 9 إلى 16 يونيو 2019 سوسن بدر رفض التعليق على الشائعة السخيفة كما وصفتها واكتفت فيه اتصال لأحدى المجلات على تذكرة الجميع بأن الصور المتداولة لها من العام الماضي عندما شاركت في حفل افتتاح مهرجان تري كوري الدولي للأفلام القصيرة واللي عقد بمسرح الجامعة البريطانية في مصر وخطفت سوسن بدر الأنظار في الحفل بعد ما ظهرت للمرة الأولى بخصلات الشعر الأبيض دون أن تخشى علامات تقدم العمر وأطلق عليها في حفل الافتتاح لقب نفر تيت السينما المصرية تزوجت الفنانة سوسن بدر سبع مرات الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المصرحية من أستاذها دكتور أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة خمس سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين ثم انفصلوا لإنشغالها بفنها أما المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة أربع سنوات ثم انفصلة وكانت المرة الثالثة من رجل أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكتر من أربع شهور بسبب وفاته وتزوجت للمرة الرابعة من السينة رست محسن زايد عام 2001 وتوفي بعد أقل من شهر من الزواج أما المرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن والزيجة السادسة كانت من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي واللي بيصغرها بعشرين عام واستمر الزواج أربع سنوات حتى الانفصال والمرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح علي واللي بيصغرها بعشر سنوات ولم يستمر زواجهم أكتر من ست شهور